مع نجاح القوات المشتركة في القضائع القيادي بما يسمى بجند الخلافة التابع لتنظيم داعش الإرهابي حمد دويب وحجز سلاح نواشتايرة بجبل مغيلة تم كانت فرقة الأبحاث تابعة الحرص الوطني بالقسرين وفرقة التصدي الإرهاب من تصفية عنصر إرهابي أصيل ولاية أريانا بمنطقة أرحمات بسفح جبل السلوم عنصرنا حاول تفجير الحزام النسف الذي كان يرتديه إلا أن الوحدات الأمنية كانت له بالمرصاد اللي سمعنا كارتوش اللي هنا خرجنا نشوفه قالوا ثم امرأة وعاها زودة ابنت ورجلها هابطة من جبل وقت ما جدت الدورية الأمنية باش تكشف هويتهم المرأة ديرك تفجرة تروح معها بي بي صغير تعاملوا معها مجمعة الأمن منعوا أن الطفلة الأخرى اللي ما تفجرتش النورمال مو المرأة اللي شفناها اللي هي فجرة تروح والأخر قالوا بعد كين ما خلناش الأمن نوصله قالوا عنده حزام نسف أقوى من الأخر نورمال مو شهود عيان أفادوا أن الإرهابيين كانوا متحصنان بودي أرحمات ورفضوا الاستظهار بهويتهما ما أثار الشقوك حولهما لتتدخل الوحدة الأمنية الميدانية فورا للسيطرة عليهما ملمو حسب ما يحكوا ما همش باش يسلموا روحهم جوا يشوفوا في الهوية متاهم ما ديرك تفجرة تروح لأحوان الأمن عرفوا بروحهم أن حرص وطني ديرك تفجرة تروح عملية نوعية لوحدات الحرص الوطني بالقسرين هنا قضية على العنص الإرهابي التونسية وزوجته ذات الأصول الآسيوية مكان بتفاصيله يؤكد أن لا مجال للإرهاب بيننا وأن هذه الربوع كانت وستكون دوما مقبرة لمخططات المجموعات الإرهابية للتلفز الوطني التونسية نيجر تيبي سفح جبل السلوم القسرين